السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبئي قناتي التعليمية سنتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو على تواريخ ومواعيد إجراء الامتحانات نيل جهادة الدرس الابتدائية بالنسبة للمترشحين الأحرار إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد تربوي إن شاء الله إذا بالنسبة للمترشح الأحرار فهناك فئتين فئة الصغار يعني أقل من 18 سنة وفئة الكبار يعني أكثر من 18 سنة هناك يعني يومين جاء الامتحان ابتداء من 5 يوليوز اليوم الأول واليوم الثاني 6 يوليوز إذا بالنسبة للمترشحين الصغار يعني الأقل من 18 سنة فالمادة الأولى هي اللغة العربية والتربية الإسلامية يوم 5 يوليوز ابتداء من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة غيرت تبعى الرياضيات من العشراء وتولوت حتى الهداش وخمسين دقيقة وفي المساء كينا اللغة الفرنسية والنشاط العلمي وفي اليوم الثاني يعني 6 يوليوز كينا الإجتماعيات واللغة الأمازيغية واللغة الأمازيغية يعني هي اختبار اختياري المترشحين الكبار يعني اللي عندهم أكثر من 18 سنة اليوم الأول غدي يكون 5 يوليوز فيه اللغة العربية والتربية الإسلامية ساعة ونصف أيضا فيه الرياضيات ساعة ونصف اللغة الفرنسية ساعة ونصف وفي اليوم الثاني اليوم الثاني كانت تقافة والعلوم ساعة ونصف واللغة الأمازيغية اختبار اختياري إذا كما قلنا أن المترشحي الأهرار لامتحان المستوى السادس الابتدائي عندهم يومين غدي يبدو إن شاء الله من 5 يوليوز وعندهم اليوم الثاني يوم 6 يوليوز وبالتوفيق للجميع إن شاء الله